أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند فقرة تريند تريند النهاردة هنتكلم في أربع عنوين رئيسية طيب أول عنوان بنتكلم على مباراة الأمس بعد الفوز على الاتحاد السكندري الأهلي تأهل إلى نهاية كأس مصر طبعا لمواجهة فريق طلاق الجيش المباراة كان من المقرر في البداية أنها تتلاقي على أستاذ القاهرة الدولي لكن اليوم اتحاد الكورة أرسل خطاب رسمي إلى النادي الأهلي أختاروا أن المباراة تكون على أستاذ برج العرب يوم السبت القادم الساعة السامنة مساء كنا نتمنى المباراة طالما انتقلت إلى أستاذ برج العرب تكون في موعد مبكر شوية في حقوق حوالي ساعة 6 مثلا أو 5 للabet تأكيد في عودة سفر من الاسكندرية القاهرة الجو في الاسكندرية بالليل تحديدا يبقى جو تلج أو جو ساء عجدا فكان طالما المباراة انتقلت إلى أستاذ برج العرب في الأسكندرية كان ممكن التوقيت بدل 8 ممكن تقاموا مبكرا الساعة 6 الساعة 5 بحيث أن يكون الأمور كلها مهيئة أن نحن نشوف نهاية كأس مصر يليق باسم الفريقين خاصة طبعا اسم النادي الأهلة وبطل إفريقيا فهيدي إمج وقيمة تسوقية لنهاية كأس مصر طيب الجزء الفني وهو متعلق بالتحدي الجيد اللي نجح فيه الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع لاعبيه في مباراة الأمس هو الجزء المتعلق بإيه؟ من أنت فائز بدور أبطال إفريقيا منذ أيام قليلة وتخوض نصف نهاء الكاس فبالتالي محتاج تخلق دوافع جديدة وتجهز اللعيبة لمباراة كبيرة زيدي أمام فريق عريق بالنسبة لنا فريق الاتحاد السكندري الجهاز الفني واللعبين نجحوا في هذا الاختبار وهذا الاختبار كانت الجماهير بتنتظروا بشكل كبير جدا لأنه هيفكرنا بالجيل الزهبي والأجيال اللي كانت بتعمل مباراة كبيرة جدا في فترة من 2004-2005 حتى موسم 2009-2010 كنت بتلعب في الموسم ما يقرب من 5 بطلات بتفوز بال5 بطلات تخلص من نهاية إفريقيا تخش على السوبر المصر تخلص من السوبر تخش على مباراة الكاس الدوري السوبر الإفريقي أيضا كمان كاس عالم أندية فبالتالي التحدي في خلق الدوافع الجديدة اللي ظهرت في مباراة الأمس والنقطة الإيجابية أيضا اللي عايز أتكلم عليها أن كان فيه زخيرة حية على دكة البودلاء إن بارح تشعروا بالفعل أن السكواد بتاع قيمة الأهل الفترة الجاية بإذن الله رايح في إطار إيجابي جدا وجيد جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية وأنا بتكلم عن السكواد مهم جدا للفترة الجاية يكون فيه عناصر بديلة وعناصر أخرى جاهزة لأن فيه ضغط مباريات هيحصل للفترة الجاية ونصق تمام الثقة في اللاعبين وفي الجهاز الفن بقيادة بيتسو مسمان اللي مدرب زاكي جدا وبيعرف يتعامل نفسيا وفنيا ونفسيا مع اللاعبين خلال الفترة اللي جاية آخر حاجة وأنا بتكلم على الرغبة في هذا التحدي وتحقيق السلسية النقطة السلبية كانت في التحكيم بالأمس لولا تقنية الفيديو الفار كان هيكون فيه أزمة كبيرة جدا ركل الجزاء كانت غير صحيحة لولا الفار طبعا كانت ممكن تحتسب على النادي الأهلي الحمد لله الكورة بالأمس اللي الأهلي أحرص بها الهدف يعني لعيب الاتحاد هو اللي طلع كرب رجله وفي نفس الوقت كمان ما كانش فيه أي فاول فالفار كان موجود فالحمد لله الهدف كان سليم فبالتالي الأهلي قدر يحقق مكسب جيد جدا وبتحكيم الفار كان عادل وسمح للنادي الأهلي أن يوصل لمباراة نهائي كأس مصد لكن لولا الفار الأهلي كان هيواجه أزمة تحكمية كبيرة وبالمناسبة مش في المباراة دي فقط لا في مباراة كثيرة حصلت في الدورة العام مباراة نهائي الكاس نتمنى أن يكون في حكم على قدر المستوى وحكم في تقنية الفيديو حكم دولة على قدر المستوى عشان كل نادي ياخد حقه قدامكم على الصورة هي الكورة دي تحديدا ضربة ركنية لأنها لمس في لعب الاتحاد في اللحظات الأخيرة قبل ما تطلع إلى خط المرمى وبالتالي كمان علي معلول لا فيه أي دفع ولا فيه أي شيء الصورة معبرة ووضحة بنسبة كبيرة والأهل حقق نتيجة جيدة وتأهل بتحكيم الفار طيب الحاجة التانية ودي بقى موضوع مباراة الحمد لله كلنا السب والانفراد لأن احنا معاودونكم في برنامج التريند تحديدا الحمد لله أي معلومة بنجيبها من مصدرها وقبل أي حد ما يطلع يتكلم عليها أنا لاحظت الفترة الأخيرة كل عمالي يتكلم على موعد السوبر الإفريقي والكل اجتهد والتزم بالتصريحات الرسمية اللي خرجت من اتحاد القرى وقتها والكلام ده كان في آخر نوفمبر وعرضنا مبارح التصريحات للسيد عمر الجنيني والكابتن محمد فضل واللي قالوا السوبر يوم 10 ديسمبر توجهنا وكلمنا مصادرنا في الاتحاد الإفريقي وسألنا على فكرة الموعد طبعا لقينا أنه ما فيش أصلا أي قرار أو أي توصية بمعاد 10 ديسمبر بل بالعكس في اجتماع مكتب تنفيذ يوم 10 ديسمبر في الاتحاد الإفريقي عشان يحددوا الملعب وتوقيت مباراة السوبر الإفريقي اليوم عدد من المواقع الرياضية يمكن تنقلت بنفس الأنباء ونفس المعلومات اللي احنا قلناها بل بالعكس أكدت معلومة إيجابية أكتر من كده كمان قالوا أن في توصية من لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي أن هناك توصية أن المباراة تلعب يوم 18 ديسمبر في انتظار الاعتماد الرسمي من المكتب التنفيذي في اجتماعه يوم 10 وبالتالي السابق والانفراد اللي احنا قلناها بارح بيتحقق النهاردة على أرض الواقع وخلال أيام قليلة مع اجتماع المكتب التنفيذي سيتم اعتماد الملعب وتوقيت المباراة كان الكاف كان أعلن أن مباراة السوبر الإفريقي في بيان رسمي صدر في منتصف نوفمبر الماضي أن المباراة ستقام في مصر بشكل رسمي ونهائي طيب العنوان الثالث وهو متعلق به حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ورجم فريق القرى بالنادي الأهلي اليوم النادي الأهلي طلق خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لقرة القدم يختروا بأن اللاعب تم إيقافه مباراةين بعد حالة الطرد التي تعرض لها في ختام مباراة الزمالك نتيجة طبعا الاشتباكات التي حدثت بسبب بعض الخروقات من أحد لاعبي نادي الزمالك وبالتالي الاتحاد الافريقي التزم بتقرير حكم المباراة الجزائر مصطفى غربال وكانت العقوبة إيقاف مباراةين لحسين الشحات تبقى للليحة والمنشور الرسمي اللي وصل للنادي الأهلي هذا القرار سيسري فقط على مبارتي دور الـ 32 في دورة أبطال إفريقيا وبالتالي يحق لحسين الشحات المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي البعض يقول لي ما هو هذا القرار ممكن كان يتحول لجنة انضباط طالما المراقب مذكرش في تقريره وكان الأمر برمته مع حكم المباراة هنا القرار بيكون اختصاص لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي مش لجنة الانضباط وبالتالي لجنة المسابقات خدت قرارها بإيقاف حسين الشحات مباراتين في اجتماع بالمناسبة لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي اليومين الجايين بس على جدول أعمال لغاية اللحظة دي ما فيش أي حاجة متعلقة بمباراة نهاية إفريقيا بين الزمالك والآهلي وبالتالي حسين الشحات ان شاء الله يكون أحد الدعائم والعناصر الأساسية في مباراة نهضة بركان أختم بالقائمة الثانية لفريق النادي الاهلي قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر طبعا كلنا عارفين ان مواعيد القيد حصل فيها تعديلات كتيرة والحمد لله يمكن لنا السابقة أيضا هنا لما فتحنا ملف القيد المحلي والقيد الافريقي وقلنا فيه جرس انظار في الجزئية دي عشان مصالح الاندال مصرية وبالفعل النادي الاهلي حتى 30 نوفمبر كان سجل حوالي 28 لعب في القائمة المحلية ومن ضمنهم أيضا كمان لعب إضافي لأنه لعب تحت السن مصطفى شوبير حارس مارما وبالتالي أصبحت القائمة الافريقية 29 لعب طبعا هؤلاء اللاعبين القائمة المحلية 28 والقائمة الافريقية 29 لكن من النهاردة لغاية 6 ديسمبر تقدر تضيف صفقات جديدة بالنسبة لك أو لعبين جدد بالنسبة لك عشان يكونوا معاك في القائمة المحلية ولكن القائمة الافريقي كان آخر معدلي 30 نوفمبر فبالتالي أي لعبة تأيده النهاردة لغاية يوم 6 في القائمة المحلية مش هتقدر تأيده إفريقيا إلا في شهر يناير بمعنى ضق بعد نهاية مباريات دور الـ 32 لأن طبعا أي لعب محلي هتضيفه في فترة فبراير مارس الانتقالات الثانية في مصر مش هتفيدك لأن القائمة الافريقية القائمة التانية عندها هيكون في شهر يناير فبالتالي من هنا اليوم 6 ديسمبر أي لعب جديد أنت هتأيده هيكون معاك إن شاء الله في القائمة الافريقية ولكن في يناير القادم تقدر تقولك جهاز الفني خلاص يعني بدر بنون رمضان بكهم نصر ماهر طاهر محمد طاير الشريف كريم ندفد صلاح محسن أحمد ياسر ريان دي أبرز العناصر العائدة من الإعارة وأيضا الصفقات الجديدة ملحوظة أخيرة في عشر ثواني ودي رسالة لجمهور النادي الأهل عشان تبعى عرفة الجزئية دي مهمة جدا أي لاعب لم يقيد في القائمة الأولى المحلية لأنه كان لاعب قديم وموجود مع الأهل في المسلم الماضي ده قرار ورؤية فنية للنادي الأهل وبالتالي الأهل طالما لم يقيده منحه فرصة الاختيار والرحيل كيفما يشاء تاني أي لاعب لم يقيد في القائمة الأولى لنادي الأهل هي رؤية للنادي الأهل ورؤية لقطاع الكرة وبالتالي يحق لللاعب اختيار مصيره كيفما يشاء أعتقد الرسالة واضحة وصلت لكل الناس